يقول أحدهم كان صندوق البريد الخاص بأحد المنازل التي أقوم بتوصيل الصحف إليها مقفولا لذلك طلقت الباب رجل مسن بخطوات غير مستقرة فتح الباب ببطء سألته سيدي لماذا صندوق البريد الخاص بك مقفولا فأجاب لقد أقفلته عمدا ابتسم وتابع أريدك أن توصل لي الصحيفة كل يوم فضلا اطرق الباب أو اقرأ الجرس وسلمها لي شخصيا لقد حيرني وأجبت بالتأكيد لكن هذا يبدو مزعجا لكلينا ومضيعة للوقت قال لا بأس سأدفع لك مبلغا إضافيا كل شهر كرسومي قرع الباب وأضاف بتعبير متوسل إذا جاء يوم وطرقت فيه الباب ولم تجد ردا فيرجى الاتصال بالشرطة لقد صدمت من طلبه وسألته لماذا يا سيدي فأجاب زوجتي ماتت وابني خارج البلاد وأنا أعيش وحدي هنا ومن يدري متى ستأتي منيتي في تلك اللحظة رأيت عيون الرجل العجوز الضبابية والرطبة وقال أيضا لم أقرأ الصحيفة مطلقا لقد اشتركت فيها لسماع صوتي طرق الباب أو رنين الجرس لرؤية وجه مألوف وتبادل قليل من البهجة شبك يديه وقال أيها الشاب من فضلك اصنع لي معروفا هذا هو رقم هاتف ابني في الخارج إذا طرقت الباب يوما ولم تجد ردا من فضلك اتصل بابني لإبلاغه في بعض الأحيان قد تتساءل لماذا في شيخوختهم ما زالوا يرسلون رسائل على الواتساب وفي الواقع فإن أهمية هذه التحيات الصباحية تشبه معنى طرق أو قرع جرس الباب إنها طريقة لتمني السلامة لبعضنا البعض ونقل الرعاية في أحد الأيام إذا لم تتلقى تحياتهم الصباحية أو المقالات المشتركة فقد لا يكونون على ما يرام ربما حدث لهم شيء ما يرجى الاهتمام بالعائلة والأصدقاء وصلة الرحم تستحق التأمول السلام عليكم